اشتركوا في القناة في النطاق المعتاري والمحدود بداية احب ان اؤكد كل فرد مننا بوعيه بالتزامه وباستشعاره للخطر في التهاون في اتباع الاجراءات والاحترازات الوقائية راح يكون عامل نجاح وعامل اساسي في التصدي لجائحة كوفيد 19 او 19 في مملكة البحرين والقضاء علي هدفنا واحد جميعا هو صحة وسلامة الجميع وبتكاتفنا وتعاوننا جميعا وبالتزامنا من اجل مملكة البحرين راح ان شاء الله نصل الى هذا الهدف نجدد تحذير من جميع التجمعات ومن المعدلات الشهرية التي تطرق اليها سعادة الدكتور وليد اظهرت التجمعات التي حدرنا منها سابقا بجميع انواعها انها تؤدي الى زيادة عدد الحالات القائمة والتي تكون تؤدي لزيادة دخول المستشفى ولا سمح الله دخول وحدة العناية القصوى التحذير من التجمعات في الاماكن العامة لا ينبيح زيادة التجمعات في المنازل فنحن نتكلم على نفس المبدأ وهو تقليل عدد المخالطين تقليل نسبة انتقال العدوى تقليل المصابين وتقليل دخول المستشفى ولا سمح الله الوفيات فاحنا نجدد طلبنا من الجميع بالالتزام بهذه الاجراءات الاحترازية تقليل التجمعات وحتى في المنزل وحتى بعد الرجوع من العمل يجب الالتزام ويكون التجمع في نطاق الاسرة الواحدة ولا يكون في تجمعات عائلية فيها اكثر من شخص ترجمة نانسي قنقر